في أحد الليالي دخل الدكتور جيمس بيري الغرفة و شاهد الموقف اللي يتجنبه كل طبيب و آخر ما يتمنى أن يراه الحالة التي تتكرر كثيرا و لا علاج لها في ذلك الوقت جيمس بيري كبير الجراحين في بريطانيا و مستعمراته دخل الغرف في كيب تاون في جنوب أفريقيا و وقف بخبرتها الطويلة و أحكم على نفسه جاكيتها الثقيلة الذي ظل يرتديه طول عمره و حتى اللحظة الأخيرة من موته وقف بصرامة و تحدث بنبرة صوته الرقيقة فهو أشهر جراحي العالم هو مو بس جراحه و دافع عن حقوق الألقاء و وضع قوانين تطهير المستشفيات و غرف العمليات و بسبب ما كانت أصبح جنرال في الجيش أمر مساعديه أن يتجهزوا لمغامرة في تلك الغرفة في الغرفة كانت هناك امرأة على وشك الوضع شخص حالتها هي لن تستطيع أن تلد ولادة طبيعية لا بد لأحدهما أن يموت إما أن يجري الولادة القيصرية فتموت الأم أو أن تحيا و يخرج الولد ميتا و بنفس الجراح العتيد أجرى الدكتور جيمس بيري أول عملية ولادة قيصرية موثقة بحيث تحيا الأم و يحيي الطفل سويا لأول مرة بس مو هذه المفاجأة بعد أن قضى الدكتور جيمس عشر سنوات في جنوب أفريقيا متترسا بجاكية تذهب أموريشيس و تنقل لمدة أربعين سنة حيثما أمره واجبه الطبي حتى اقترب من الموت و على فراش الموت أوصى أن لا يلمس أحد رداءه أن لا يغسله أحد أن يرمى في النهر في حالته التي يموت بها الوصية التي لم تلتزم بها الممرضة و بمجرد ما نزعت عنه الجاكيت كانت المفاجأة الدكتور جيمس بيري لم يكن رجلا كانت امرأة امرأة تخفت في زي الرجال طيلة عمرها لأن الفتيات لم يكن يسمح لهنا بدخول الطب في ذلك الزمان بمزيد من التدقيق عرفنا أن الفتاة اسمها مارغرت آن بلكلي فتلاشى اسم جيمس بيري و بقية اسم مارغرت و بقيت في التاريخ كأول من يجري عملية ولادة قيصرية ناجحة هل حقا كنا نعتقد أن الذي سيحقق الشفاء لملايين نساء سيكون رجلا فعلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة